الدور الإماراتي الخطير في اليمن تحت الأنظار مجدداً فبعد تقرير استقصائي لشبكة CNN الأمريكية ها هي منظمة العفو الدولية تنشر تحقيقاً صلت الضوء على الخطر المتصاعد الناجم عن قيام الإمارات بتسليح الميليشيات بشكل متهور بمجموعة من الأسلحة المتطورة التحقيق جاء تحت عنوان عندما تحيد الأسلحة عن وجهتها تحويل نقل الأسلحة إلى الميليشيات خطر جديد يحدق بليمن واستهدف التحقيق معرفة كيف أصبحت الإمارات قناة رئيسية لتوريد المركبات المدرعة وأنظمة الهاون والبنادق والمسدسات والرشاشات إلى الميليشيات غير الخاطعة للمسائلة والمتهمة بارتكاب جرائم حرب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة تضمن البيان الصحفي المنشور في موقع منظمة العفو الدولية بشأن هذا التحقيق إفادة من الباحث في برنامج الحد من الأسلحة وحقوق الإنسان بالمنظمة باتريك ويليكن خلص فيها إلى أن اليمن يتحول سريعا إلى ملاذ آمن للميليشيات غير الخاضعة للمحاسبة إلى حد كبير والمدعومة من الإمارات انتقادات المنظمة والتي وردت على لسان ويليكن شملت دولا غربية عديدة تتصدرها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وانتقادات مماثلة لإيران الضالعة في تهريب أسلحة إلى الحوثين تحقيق العفو الدولية يشير إلى أن الإمارات تدرب وتمول جماعات مسلحة ليست مسؤولة أمام أي حكومة وبعضها متهم بارتكاب جرائم حرب كما تقوم بتدريب وتمويل الميليشيات بصورة مباشرة ومن بينها الأحزمة الأمنية وقوات النخبة وهي القوات التي تدور شبكة غامضة من السجون السرية المعروفة باسم المواقع السوداء ولفتت التغطية الصحفية للتحقيق إلى مكانة العفو الدولية وغيرها قد وثقته من قبل عن دور هذه القوات في عمليات الاختفاء القسري وغيرها من الانتهاكات في هذه المرافق بما في ذلك الاحتجاز تحت التهديد والتعديد بصدمات الكهربائية والإهام بالغرق والتعليق من السقف والإدلال الجنسي والحبس الانفرادي المطول والظروف المزرية وعدم الحصول على ما يكفي من الطعام والماء نفذ الحوثيون انقلابهم وقاتلوا شعبا بكامله منذ سنوات بالأسلحة الأمريكية التي أودعتها واشنطن في مخازن جيش النظام السابق بدعوى مكافحة الإرهاب لكن هذه الأسلحة كما هي الأسلحة الغربية المرسلة إلى الإمارات انتهت إلى العصابات الإرهابية التي تدمر مشروع الدولة اليمنية تحت أنظار العالم